موسيقى الخمسة صباحا الثانية بتوقيت جرانتشومو جزون اخباري ونياتكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تحلي كافة الاطراف بالحكمة والمسؤولية ووقف اطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان محذرا من خطورة استمرار التصعيد بما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرصي نيكوس خاريس دوليدا استنوى العلاقات الثنائية والاوضاع الاقليمية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال شهد تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الاقليمي ومن جانبه ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالاقليم مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة شهد الرئيس عبدالفتاح سيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة استفاف تفتيش حرب الفرق السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية وشهد الرئيس سيسي فيلما تسجليا بعنوان جيش النصر والذي استعرض تاريخ نشأة الجيش الثاني الميداني وأهم المعارك والمحطات التي شارك فيها على مر التاريخ وتفقد الرئيس السيسي استفاف تفتيش حرب الفرق السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني حيث استعرض استفاف معدات وأفراد الفرق السادسة على متن حافلة مكشوفة بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام القوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وكبار قادة القوات المسلحة وفي كلمته قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر منذ حرب أكتوبر 1973 اتخذت السلام خيارا استراتيجيا حيث امتلكت القيادة السياسية رؤية عبقرية واتخذت السلام منهجا لها مشيرا إلى أن أوضاع الحالي في المنطقة تؤكد أن رؤية قادة السلام في مصر بعد حرب أكتوبر 1973 كانت شديدة العبقرية وكانت سابقة لعصرها وأثنى الرئيس السيسي في كلمته على القيادة السياسية في هذا الوقت حيث كان لها رؤية بعيدة واستطاعت أن تتجاوز عصرها باستعادة الأرض ودفع العملية للسلام كما أكد الرئيس السيسي أن مصر اتخذت منذ حرب أكتوبر 1973 السلام خيارا استراتيجيا لها مشيرا إلى أن الأوضاع الحالي في المنطقة تؤكد أن رؤية قادة السلام في مصر بعد حرب أكتوبر 1973 كانت شديدة العبقرية كما تقدم الرئيس السيسي بالشكر للقوات المسلحة على وطنياتهم وجاهزياتهم وعقيدتهم الشريفة المخلصة لوطنهم مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة قامت بدور كبير لحماية الأمن القومي لمصر منذ 2011 وحتى اليوم واشدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة قوة رشيدة وهي جزء من الشعب المصري مشددا على أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراعات عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع أحمد كوجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضربية ومحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا للإعلان عنها اليوم الأربعاء وخلال الاجتماع شار وزير المالية لأن حزمة التسهيلات الضربية تأتي في ضوء سياسات الجديدة التي تتبنىها الحكومة لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب من جانبه استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملمحة النهائية لحزمة المحفزات مشيرا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات مشاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحملوا تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جول بلاي أو من خلال الكيو واركود الظاهر ومحضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أنصاري وادمتم في أمان الله اشتركوا في القناة